موسيقى السادسة صباحا بتوقيت القاهرة مجاز لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم كثفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غارتها على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال شنت سبع غارات على حي الزيتون في أقل من ثلاث ساعات فقط يأتي ذلك تزامنا مع تنفيذ أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف تركزت معظمها في محيط مسجد علي بن أبي طالب استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب عدد آخر جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة كما قامت قوات الاحتلال باستهداف منزل بحي الصبر غربي مدينة غزة ما أصفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص كما استهدفت قوات الاحتلال منزل عائلة الحطاب في ساحة الشوى بوسط مدينة غزة ما أصفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين جدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانس التحذير من التحرك العسكري نحو رفح الفلسطينية إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين بحلول شهر رمضان وقال جانس أمام تجمع للمنظمات اليهودية الأمريكية في القدس إنه ينبغي للعالم وحماس أن يعرفوا أن القتال سيستمر حتى منطقة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة وتأتي هذه التصريحات وسط محادثات متعثرة تهدف إلى تأمين إطلاق صراح المحتجزين ووقف إطلاق النار على المدى الطويل في غزة يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط بما فيها الوضع بالأراضي الفلسطينية ومن المتوقع أن يجري تصويت على مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية كانت الولايات المتحدة هددت باستخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إنه لا داعي للتعجل في التصويت على مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمريكي الذي لم تفصح عن هويته قوله إن واشنطن تعتزم إتاحة مزيد من الوقت للتفاوض بشأن مشروع القرار كانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستطرح مسودة قرار في مجلس الأمن تؤكد فيه دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن مشيرة إلى أنه ينص على أن شن هجوم بري كبير على رفح الفلسطينية سيلحق مزيدا من الأذى بالمدنيين مشاهدين نهاية هذا المجزة شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة